اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما والا ندرس دروس مهمة لانها مهمة كما قلت لها تفعد المساسة طبق من الدرسة وماذا هو النسيطة عليها فهذا فهذا ف troopsدنا على المفيد خطرها فهذا فهذا سوف اكتشعك فالكث يأتي تجنون على المفيد حسنا فهذا فتح أني سوف أتعطيك ثم هذه المفيد هي المفيدة لك أعني هذا يتكبّع على العلم والعلماء فلا قول لهذا فلا قول لهذا فلا قول لهذا لن أطغير أن ما يقضب فيها من شروط إلى الله كثم عن أników Assim psyche وخار evolutionary اسمكم صلى الله this لي ولذك الرسول فسن أجلا فهو أعلى من一點 so if he is able to answer these questions then بَلَطْتُ ثَ peرضَ الرسول رسول if he's not able to answer then he's zone then he is less than common пу惠 So this person if he isn't know that the chances of VAN فهذه الرواسي بالنسبة لقربة الثانية فرضو السنة المؤلد رحمه الله تعالى فهرسها و جعالها دروس نعم so the author himself شيخ مباز رحمه الله the author himself he made an index for this book and he made every single subject a separate lesson مجمل ما ذكر المؤلد رحمه الله تعالى في هذه الدروس so generally speaking what is containing these lessons ما تعالق بحفظ القرآن و السلق that which relates to memorizing القرآن from the way of the Salak و ما تعالق بان التوحيد and that which relates to التوحيد و ما تعالق بسفة الصلاة و كان الصلاة و شرحة الصلاة and that which relates to the description of the prayer how the prayer should be prayed and the conditions of the prayer the pillars و ما تعالق بان الله الله والفضل الصلاة والتجيز النقل بطيiene وصلاة والفضل الصلاة والفضل الصلاة والفضل الشاكين والسلامية وأيضاً أخيرًا الناس في هذه الدروس هذا مجمل ما نكما المعليف عمد تعالى في هذه الدروس فهي ولي الله الحمد يعني شاعبه لأشياء المهمة التي يحتاج إلى المسلم هذا هو ما يتحدث في المسلم هذا هو ما يكتب في فتحه في الدروس المهمة و هذا هو ما يتحدث في كل ماما نبدأ بالدرس الأول درس الأول طريقة السلاح مع القرآن السلاح 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 رحمه الله لم يتركوا حفظ القرآن السلاح 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 ولم يتركوا حفظ القرآن من تدفر والذي على طريقة السلاح السلاح لابد أن يسير على ما كان عليه السلاح بأن يحفظ في كل يوم فما ينظر في تفسير هذه الآيات حتى وإن كان النظر في تفسير هذه الآيات إلى تفسير مختصر كتفسير الإمام بن سعيد وإموات العالم ثم ينظر في تفسير مختصر كتفسير مختصر كتفسير مختصر كتفسير و هذا بإذن الله لا يكلفهم شيء و تكون بها على أقلقة السلام فتحرش بكل يوم التحفظ يومياً الحفظ يكون يومياً و بخاصة على ما بكر المؤلف لقصار السورة الفاتحة وقصار السورة أيمن الطرحة إلى الناس نعم ففهل أضاف، هذا يعني أنه ليسوا من أجلسهم من الجانبات التي تستخدمتها وقتهم في تفسير مختصر كتفسير وحيث تفعل ذلك كل دائما بعد ذلك تكون بي على الوحية ويجب أن تكون من يعد اتحالي سبب أن يجب أن تتحدث تحرير الأشياء الأشياء المضاعر كما يسمى النهاية الحمد كما يسمى النهاية الحمد من سورة الضحة إلى الخلاة النهاية لأن هذه السورة السورة والفاتحة تقرّب دائما في السلاطة المقربة لأن هذه سورة والسورة والثاتحة يأتي لهم مرة أخرى ومرة أخرى هذا هو الدرس الأول هذا هو الدرس الثالثة والثالثة أما الدرس الثالثة والثالثة أكثر من الدرس في التوحيد ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك الثالثة والثالثة والثالثة ونحن نضغط الآن سواء النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبغ وصلنا وقال إنما فعلت هذا لتكتموا بم станب تعلموا صلاة وقال صلو كما pythoh aquele wassal وكل واحد مننا يظن أنه يصلي على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه السنة حتى يعلم الإنزان هل هو وافق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرحنا الآن بطبيقَッه إن شاء الله سنجرى So now we are going to dismay or implement this way of description of the prayer. ثم بعد أن ن نتهي كما أكذا نعاني في، نجتمع. نجتمع كل مجموع و نصلي كل واحد منهم، قبل كل حوالي إلى آخر، و صحة بعد السمسية و سأعلم إنه كان عليشي. And then after we've done this we're going to do what we've been doing so far. That you go back in to your small groups and each one of you prays, you know, a unit for example, so the others can sit down and say, يمكنك أن تقرأ بالأمس أن المسلم يتطاهم في بيته يجب أن يتطاهم في بيته ثم يمشي المسجد على السكينة والواقع يجب أن يتطاهم في بيته السكينة بالحركات very calm up in terms of your movements يعني لا يجب you don't run then you don't move your hands around like this and being calm in terms of يعني مثلاً ألا يقع الصوت أو يتكلم في الجواب صوت مرتفع So for example you don't raise your voice, you don't become a nuisance, you don't speak on your own phone, loud أو يكون يعني يلبس اللباس ومتطريب وكلا Or for example somebody's walking and you're trying to put on clothes and take off clothes نعم هذا وهو قادم إلى المسجل فهم بعلك إذا دخل المسجل So this is for the one who is coming to the masjid and then how then when one enters the masjid So if then the brother or the person enters into the masjid He enters with his right foot And he mentions the supplication which has been raised by the Prophet صلى الله عليه وسلم So if the prayer has already been established and the Imam is praying دخل مع الإمام في أي هيئة الإمام هو عرفة He enters in the prayer with the rest of the congregation and the Imam in any way that the Imam is حتى وكان في التشاهد الأخير يدخل معه Meaning even if the Imam is in the last part of the prayer the التشاهد الأخير The last تشاهد, the last sitting, he sits with them straight away وإذا أمتقل الصلاة بعد And if the prayer hasn't yet been established صلى الله إما السنة قبلين أو تحييت المسجل Then the person should pray either the voluntary prayers that come before the prayer if they exist Or تحييت المسجل The two units are entering the masjid وَلَا يَقِفْ كَمَا يَسَمْ أَعْمَالَ الشَّبَابَ أَدَنَ اللَّهِ يَاهُ And he shouldn't just stand there at the back like some of the youths stand there or guide them and guide us أو يلتفت أو أنظر في الساعة Or he keeps looking at his watch بعد هذا Then after this لابدنا نعرف أن الصلاة لها شروط وحركان واجبات وسنم ومفتلة We have to know, we have to understand that the prayer has conditions which are called شروط It has Alkan which are pillars It has واجبات which are obligations It has Sunan which are recommended acts, voluntary acts And it also has Mukhtalat, those things which break or invalidate your prayer من يعرف شروط الصلاة So who knows the conditions of the prayer? شروط الصلاة The conditions of the prayer MashaAllah طيب الشرط أول Okay, the first condition الإسلام نعم The first condition is Islam سبحان الله ما نصل للمسلم Because only Muslim prays The shaykh is saying that It's obvious that Nobody enters into the mosque to pray except that he's a Muslim So then why do we say that Islam is a condition for the prayer? If it's obvious لأنه قد يوصلي ومشرك من السباة السلام عام Because a person can pray and yea he's a Muslim We ask Allah to save them ولذلك لابدنا نتعلم التوحيد أولا And therefore the first thing we have to learn is التوحيد حتى لا تكون العبادة باطل So that the worship isn't invalid or false إذن الله أصول الكامل من صلاته So if a displever prays and his prayer is باطل False, invalid, not accepted إذن الله أعبد أن تحذر من الشرك لأن الشرك إلا دخل بالعبادة أخشدها And therefore you have to be very cautious and be aware and be careful of shirk because if shirk enters into your worship it will corrupt all of it الثاني The second condition العقل The second condition is an intellect العقل فلو صلى المجنو فصاعد So if a person goes insane if he prayed then his prayer is باطل Invalid, not accepted طيب لو صلى السكاء Okay if a drunk person he prayed هال صلاة صحيحة عم باطل Is his prayer correct or incorrect? Accepted or not accepted? Raise your hands نعم صحيحة صحيحة لأنه ليش المجنون So the brothers said that the prayer of a drunk person is correct because he is not majnun he is not insane نعم بل المجنون أحشب منه Rather the majnun the insane person is better than a drunk person لأن المجنون جنة بغير اختيام because the insane person he's lost his sanity but not to his own choice or his own will لكن هذا مجنون مجنون but this drunk person he's even more insane